التضخم المستمر من أبرز ميزات مونيرو التي تضمن أمان الشبكة عبر مكافأة ثابتة للكتل قدرها 0.6 XMR كل دقيقتين إنها أداة أساسية لإنشاء طبقة مستدامة لا تعتمد على سوق الرسوم يتكون نموذج رسوم بيتكوين من مكافأة الكتل التي تنصف كل أربع سنوات وحجم الكتلة الثابتة وهذا يستوجب من المستخدمين تقديم رسوم أعلى لضمان تضمين معاملاتهم في الكتلة التالية نظرا للمساحة المحدودة مع الوقت تستخدم رسوم المعاملات فقط لتأمين شبكة البيتكوين عيوب هذا النظام ملحوظة لليوم لأن مكافأة الكتلة تنصف كل أربع سنوات يجب أن تزيد قيمة البيتكوين وإلا سيضطر المعدنون إلى رفع رسوم المعاملات أو بيع الأجهزة لتعويض المكافأة الأقل وفي فترات الاستخدام العالي شهدت المعاملات ارتفاعا كبيرا في الرسوم بسبب سوق الرسوم التنافسي يعالج تضخم المستمر ذلك بتضخم منخفض وثابت لمنع الصدمات في توزيع مكافأة الكتل وأحجام الكتل ليست ثابتة لذا مع زيادة المعاملات تنمو الكتل استجابة لذلك ومنع أسواق الرسوم من الإضرار بالاستخدام هذا مهم لأن تضخم المستمر يحمي من الجهات الخبيثة التي تحاول استغلال الوضع إذا قرر المعدنون تجميع أكبر عدد ممكن من المعاملات في كتلة لزيادة رسومهم تحرق مكافأة الكتلة البالغة 0.6 XMR وتمنع هذه العقوبة الهجمات العشوائية من زيادة حجم الكتلة فجأة أخيرا قد تكون كلمة التضخم مخيفة لكن التضخم المستمر والسلس والمتوقع مهم لتحفيز شبكة التعدين واستبدال العملات المفقودة والزيادة الحالية في العرض السنوي مع التضخم المستمر تبلغ نحو 0.86% فقط للمقارنة الزيادة في العرض السنوي للذهب تبلغ نحو 1 إلى 2% سنويا التضخم المستمر هو أبرز ميزات مونيرو التي تؤمن الطبقة الأساسية عبر تخفيف الحاجة إلى سوق الرسوم وتحفيز شبكة التعدين لتأمين سلسلة كتل مونيرو وبفضله تكون طبقة مونيرو الأساسية مكتفية ذاتيا ولا تعتمد على الحلول المركزية ذات الطبقة الثانية المطروحة حاليا في مجتمع البتكوين ترجمة نانسي قنقر